جشع وطمع زعماء الميليشيات لا يقتصر على السيطرة على أموال العراق والتحكم بثرواته فلا تجد موردا يدر المال إلا وسيطرت عليه عبر شبكات ممتدة في جميع نواحي البلاد مخدرات أتوات ضرائب رشاوة وما إلى ذلك وصولا إلى التحكم بالمنافذ الحدودية التي تشكل رافدا اقتصاديا هاما عبر إدارة عمليات التهريب لكل المواد وبالأخص المخدرات التي أصبحت الميليشيات مصدرها الأول عالميا متجاوزة عرابيها في أمريكا اللاتينية والمكسيك مراصد حقوقية ومصادر محلية رصدت تنامي عمليات التهريب عبر الحدود بين سوريا والعراق ورصدت مبالغها إلى تدرها تلك العمليات وبالطبع بإشراف ميليشيوي رأسه الحرس الثوري الإيراني وفروعه الميليشيات من سوريا والعراق ولبنان ورصدت هذه الوسائل الإعلامية نشاط عمليات تهريب المواشي بإدارة شخص منتم لميليشي حزب الله في العراق يدعى أبو الفيدا الكربلائي حيث يتم تجميع الآلاف من الأغنام المهربة يوميا في منطقة البوكمال السورية إضافة إلى الأدوات المنزلية والسجائر والأسلحة والمواد الغذائية والمحروقات والمعدات الطبية أما التجارة الرائجة المربحة الآن بشكل قوي هي المخدرات التي يأتي قسم منها من لبنان وفي دير الزور هناك معمل مصغر تأتيه المادة الخام لتحضر في معمل في منطقة الخانات بأطراف مدينة الميادين شرق دير الزور ومعمل في منطقة الإحزام بمدينة البوكمال الحدودية مع العراق شبكة إقليمية ميليشيوية تدير عمليات التهريب وأصبح الآن سندها السياسية الممثل بالإطار التنسيقي ممسكا بزمام الحكم لترسم واقعا مرا تتحول أمامه شعرات السودان في مكافحة الفساد إلى مادة تثير السخرية شكرا شكرا